قلدت المندوبية الجاوية للبيئة في ولاية تيرزمور فعليات الأسبوع الوطن الشجرة بحفل ترأسه والولاية تم خلال هذا الحفل تذكير بأهمية قطاع البيئة وضرورة إسهام الجميع في العمل على خلق بيئة صحية خضرة تخليدا للأسبوع الوطن للشجرة يأتي تنظيم هذا الحفل من طرف المندوبية الجاوية للبيئة في ولاية تيرزمور وذلك بإشراف والي الولاية سيد محمد المختار العبدي والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين في الولاية ويهدف قطاع البيئة من خلال تنظيم هذا الأسبوع إلى تسليط الضوء على قضايا البيئة وتوضيح ما تم إنجازه في مجال تعتبر المحافظة عليه حقا لكل مواطن تحتفل بلادنا هذه السنة بالأسبوع الوطني للشجرة تحت شعار لكل موريتاني شجرة وقد تم اعتماد الأسبوع الوطني للشجرة لأول مرة سنة 1987 بهدف تحسيس المواطنين حول أهمية الشجرة في التنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتغير المناخي وبلادنا على ضرار تلك الدول المتضررة بظاهرة الجفاف والتصحر تجد في هذه المناسبة فرصة لتعبئة الرأي العام حول ضرورة المحافظة على البيئة وتذمين الموارد الطبيعية ولا شك أنكم تستشعرون أن المسؤولية في حماية البيئة والمحافظة عليها تأتي بشكل مضاعف في ولاية تير الزمور التي تعاني من ندرة التساقطات المطرية وزحف ظاهرة التصحر بشكل مهول فضلا عن مشاكل التلوث المزمنة والمتجددة وعمليات الضغط المستمرة على بقية الغطاء النباتي والحياة البرية عموما بسبب الانعكاسات السلبية لظاهرة التعدين الأهلي وتجلياتها المختلفة وبعيد الحفل الرسمي قام السيد الوالي رفقة وفده المرافق بغرس شجيرات من نوعيات مختلفة وقادرة على التأقلم مع بيئة المنطقة في مسعى لزيادة المساحات الخضراء في ولاية تير الزمور كما قامت المندوبية الجهوية للبيئة بتوزيع أعداد من هذه الشجيرات على مختلف المصالح والإدارات الحكومية وسكان الولاية تجسيدا لشعار الأسبوع لكل موريتاني شجرة وذلك سعيا إلى خلق بيئة خضراء وصحية لقناة الموريتانية محمد البلال مدنة الزوارات